تدارس وتتبع وضعية الأسعار والتموين خلال شهر رمضان المبارك محور اجتماع لرؤساء أقسام شؤون الاقتصادية والتنسيخ بمختلف عمالات وأقاريم المملكة المنحقد اليوم بالرباط الاجتماع الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرق الضريس بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بشؤون الهامة والحكام محمد الوفاة ومختلف المتدخلين المعنيين خصص أيضا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك تم تذكير بأن الوضعية الحالية تتوفر بوفرة في التموين وعرض كافي للمواد الغذائية تعطت التوجيهات والتعليمات بصفة مدققة ومؤكدة إلى تحليب اليقظة والحرص من طرف جميع المتدخلين على الصعيد المحلي من مسؤولين بالعمالات والأقاليم وجميع المصالح المعنية والتدخل بيقظة وحرص وباستباقية لضمان تموين الكافي ولضمان السير العادي للأسواق وغلال الاجتماع تم تحديد تدابير ضرورية من أجل ضمان تتبع مستمر ومنتظم الأسعار والجودة المنتجات الغذائية كما تم الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة كما عطيت التعليمات لمصالح المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم من أجل التحليب اليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكتيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر المبارك كما تم تأكيد على ضرورة تعزيز الجهود من طرف كافة المتدخلين لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق